النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء سيد عبدالقدر عمراء مساء النور ومرحبا بك معنا مساء النور شكرا الميكرويلة سمحتي مساء النور شكرا مرحبا بك معنا شفنا البعض من الإنجازات أكيد كتخلينا متفائلين في المستقبل ولو أن الطريق ما زال طويلة أكيد هناك مشاريع مستقبلية كتحضرها لسنوات القديمة إن شاء الله أولا شكرا بغيت ناخد واحد شوية باش نشكر أولا لجنادية للتحكيم ونشكر جاعة الفعالي التي يشتغلوا معنا المجتمع الإعلامي الصحفي الإعلامي القطاعات الحكومية ما نذكراش كلها باش ما ننسى الشوحدة كذلك المؤسسات الأمنيات درك الملاكي الأمن الوطني الوقاية المدنية وطبيعة حل المجتمع المدني أولا نحن نشتغل في إطار استراتيجية وهذا أمر مهم جدا مضى علينا واحد الزمان كنا نشتغل بطريقة مشي منظمة لكن الحمد لله لأنك استراتيجية غادي من سباطاش ألفين وسباطاش ألفين وستعشرين فيها أهداف فيها مراحل وفيها كذلك مؤشرات وهذه المؤشرات سنويا توقع بطبيعة الحل تقييم ديلا في إطار اللجنة المشتركة الوزرية التي ترأسها سيد رئيس الحكومة إذن نحن تنحاولوا لأن هذا الورش للسلامة الطرقية هو ورش ممتد في الزمان والمكان وخات السنة ديلا الفين وعشرين كانت عندنا مؤشرات جيدة جدا وهذا اللي غير يدفعنا أننا نحرص في المستقبل على أننا نهبطوا بطبيعة الحل نخفضوا ما زال من هذه المؤشرات خاصة المؤشر ديلا الوفايات في الطرق وكذلك المؤشر ديلا الحوادث المميتة وهذا الاستمرار وهذا الإصرار خصوه بطبيعة الحال وحد تدافر ديلا الجهود إذن الأوراش ديلا البنيات التحتية سنستمروا فيها على مستوى الطرق على مستوى الجسور على مستوى الأنفاق والحمد لله الآن كانت واحدة حركية كبيرة في بلادنا مشغيل في المجالات الحضارية لكن كذلك في المجالات الغير حضارية سنستمروا في هذه القضية ديلا التكوين والتحسيس تحسيس طبيعة الحال مع الإعلاميين لكن كذلك التكوين الآن دينا تنرى هنا بزاف على الأجيال اللي جاية عندنا شاركة متميزة مع وزارة التربية الوطنية البارع أعطينا الانطلاق ديلا واحد المركز تفاعلي مهم جدا اللي غنوسعوه ونعموه في الملكة المغربية إن شاء الله وكذلك عندنا دينا هذا البارع أعطينا أول شهادة للتلاميذ ديلا إعدادي اللي تكونوا في سلامة طرقية تماما وهذا لماذا تنقل هذه القضية لأن هذه المسألة أنا ترى الخاصة تنقل ولدتنا اللي غي يكبرو خصي يدخلوا في الجينات ديلا لهم هذه القضية ديلا السلامة الطرقية طبية عندنا كذلك تكوين ديلا السائق المهنيين عندنا جديد ديلا الحاضرة عندنا بطابعة الحال ما يمكن لنش هذا القضية من غفلوا عليها كي لا بد من الزجر الزجر كين قوانين كين منظومة قانونية متكملة عندنا واحد العدد ديلا الرادارات اللي تنمكنوا منهم بطبيعة الحال مؤسسة الأمنية سوال الرادارات المتنقلة عندنا كتر من خمسمائة واثنين وخمسين رادار تابت سيكونوا في جميع نحن المملكة واللي سيكونوا واحد جيد جديد بمعناها كل هذه التجاوزات للأسف الشديد اللي تتوقع ستكون بطبيعة الحال تقعوا تحت طائلة القانون من طبيعة الحال وتكلمتي على التحسيس ومن طبيعة الحال حنا اليوم من أجل هذا في سنوات الماضية كانت يعني تخليد ديال اليوم الوطني للسلامة الطرقية من خلال الحفل اللي تنقوم به كان كيكون توعوي تحسيسي أكتر من طبيعة الحال هاد الميزة ما غديش نفقدها هاد السنة ولكن اختاريتوا هاد السنة أنها تكون مصابقة لتشجيع المبادرات والمشاريع عفوا اللي كتهتم بالسلامة الطرقية علش هاد الاختيار هاد السنة صحيح صحيح هاد السنة عند هنكها خاصة علش لأنه بطبيعة الحال حنا في اليوم الوطني السلامة الطرقية هاد اليوم هو ذاك اليوم لجلالة الملك الله ينصروا ترأس في اللجنة البين وزارية ديال السلامة الطرقية في 2005 حنا تنخلدوه ولكن حنا تنشتغلوه تقريبا قبل منه ومبعد منه تنحاولو نديره أسبوع تتكون فيه واحد العدد الأنشيطة مخش المواطن اللي تيتبع وكذلك مخش الإعلاميين ديالنا وصحفين ديالنا يولدك شيء بحل الروتين إذا نخص لابدام الإبداع وأنا تنشكر الوكالة الوطنية السلامة الطرقية اللي حدثناها السنة الماضية يعني بداية 2020 بالقانون حدثناها في 2019 ولكن بداية 2020 هذا الإبداع مهم جدا لأنه مطلوب منه في الحقيقة هو التعبئة المجتمع ورش سلامة طرقية ورش الجميع ليس قطع حكومي دون قطع حكومي هذا ورش ديالنا كاملين لأن الفضاء اللي تنزلوا فيه هو فضاء مشترك والمشترك نحن نعرفه المغربين تكون حاجة مشتركة كل واحد يدير منجهده لكي هذا الفضاء يبقى الجميع إذن هذا المسابقة هي دعوة بطبيعة الحال المشاركة والأكيد ستكون فيها بطبيعة الحال وحد العدد المفاجآت من طرف لجنة التحكم ونحن نتمكن بطبيعة الحال الجميع إن شاء الله إنهم يستمروا معنا في هذا ورش ونحمس الناس الأخرين الذين يشاهدون على أن هم ينخرطوا في هذا الورش المجتمعي الذي يهمنا سلامة طرقية شكرا لكم سيد الوزير عبدالقدر عمرة شكرا على حضوركم معنا في هذا الحفل وإحتفالية بالمشاريع المبتكرة في السلامة طرقية شكرا لكم وشكرا لقناة التانية شكرا لك سيد الوزير